موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أحبة الكرام الأوفياء في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن أسرار عودة الجنرال الهارب خالد نزار إلى الجزائر في البداية ما أرجوه منكم إخواني الكرام هو نشر هذه المقاطع التي تندرج في إطار نشر الوعي ونشر الحقيقة فقد استحوذوا على كل وسائل الإعلام وما عاد يفتح مجالاً لأي رأي لا يحلب في أواني السلطة ولا يروز للبروباغنداً التي يراد تحقيقها على حساب الشعب الجزائري فنحن هنا فقط نستغل هذا الفضاء المفتوح حتى نوصل الحقيقة لجزائرين لا نريد شيئاً من هذا الذي نقوم به سوى نشر الوعي والفهم الحقيقي للأحداث الجارية الإعلام وكل المؤسسات تريد دفن المسار الذي انطلق واندلع وبدأ في عهد القيد صالح بكل الوسائل ولم يعد لنا من مجال سوى هذا الفضاء المفتوح لكي نوصل رسالتنا إلى كل الجزائرين وبارك الله فيكم جميعاً خالد نزار العلبة السوداء للتسعينات أحد صقور المؤسسة العسكرية وزير الدفاع في التسعينات وفي تلك الفطرة التي كانت الحرب الأهلية مشتعلة في الجزائر والتي ساهم مساهمة فعالة في إشعالها خالد نزار هو الذي أشعل الحرب الأهلية وكلمة الحرب الأهلية مش نحن اللي نسموه فيها مراد مدرسي بنفسه سماها في فرنسا بأطلق عليها الحرب الأهلية في الجزائرين على كل حال خالد نزار وأيضاً أطرف الأخرى حتى قادة الفيس أنذاك الذين نشروا التطرف ساهموا في خدمة مشروع خالد نزار الذي أغرق البلاد في حرب أهلية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف إنسان جزائري هذا في أقل الأحوال والأرقام تتحدث عن ربع مليون جزائري قتلوا وتشرد الكثير وخسائر بالمليارات تجاوزت 60 مليار دولار على كل حال خالد نزار ما كان يتصور أحد أنه يمكن أن يتابع قضائياً يوماً ما ما كان يتصورها أحد كان رجل عنده نفوذ كبير في المؤسسة العسكرية بل أن المؤسسة العسكرية تحميه وشفنا وش دارت على جاله لما تم توقيفه في سويسرا لأن القضية لا تتعلق بشخص خالد نزار كما يتوهم البعض يتعلق بمرحلة كاملة الجيش اتهم فيها بأنه ورّت الجزائر في حرب الجيش اتهم فيها بأنه هو الذي ارتكب المجازر وأنه هو الذي صنع الجماعات في إطار من يقتل من الجيش الوطني الشعبي كان في حملة أملا شعواء داخلياً من طرف الجماعات المسلحة وخارجياً من طرف الإعلام الذي ساهم مساهمة فعالة في نشر نظرية من يقتل من التي أريد منها تبرير ساحة جماعات إرهابية بقرة بطون الحوامل وقتلت الجزائرين حتى لا نتوه كثيراً في تاريخ خالد نزار الكل يعرفه نتحدث بالضبط عن العودة الحالية العودة الحالية جاءت في إطار صفقة صفقة مع المؤسسة العسكرية فيها جانب إيجابي بلا أدنى شك أنه المؤسسة العسكرية تستعيد وزير دفاع وجنرال سابق وأقوى رجل كان في المؤسسة العسكرية ويعتبر من سقور المؤسسة العسكرية ولديه شبكات داخل المؤسسة العسكرية ولديه نفوذ حتى في دوائر خارجي استعادته بغض النظر عنه الأسباب والدوافع والمسار وبغض النظر عنه استعادة وزير دفاع فيه جانب إيجابي هذا النقطة أنه يبقى وزير دفاع الجزائر في الخارج مطارد بمذكرة توقيف دولية والجزائر في مرحلة حساسة من ناحية العسكرية بالضبط من ناحية العسكرية أعتقد بأنه شيء إيجابي أيضا أنه بذلك استعادته لأنه بقاءه من خارج الجيش مهدد بأن تفتح ملفات التسعينات وتستغلي ابتزاز المؤسسة العسكرية لأن ملفات التسعينات فيها جانب مظلم وأسود لا يمكن تخيله إذا فتحها سيتضرر الجيش وتتضرر المؤسسة العسكرية ويتضرر الكثير من القادة ومن بينهم الآن الذين يصنعون قرار المؤسسة العسكرية وهذا لا يعني أنني أوجه لهم اتهامات ولكن كانوا في تلك المرحلة فاعلين كانوا قادة ميدانيين لذلك إذا وجهت اتهامات بجرائم حرب إلى خالد نزار خالد نزار ليس وحده في اللعبة كلها ستضرر المؤسسة العسكرية أيضا في إنقاذ من المتابع القضي خالد نزار عنده ملف في سويسرا وهناك تحركات من أطراف جزائرية مقيمة في الخارج تعمل مع منظمات حقوقية من أجل تحريك دعاوى أخرى ضد خالد نزار بل أنه يوجد جزائريين تضرروا من مرحلة التسعينات وهم يتواجدون في الخارج كانوا في السجون بدأوا يجمعون أنفسهم من أجل تحريك دعاوى أخرى ضد خالد نزار فبهذه الطريقة المؤسسة العسكرية أنقذت خالد نزار من أي متابعات أخرى عملية جانب سلبي بلا أدنى شك هذه الجوانب الإيجابية الجانب السلبي وهو كبير وخطير جدا أولا أن استعادة خالد نزار هو ضرب لمصدقية العدالة العدالة الجزائرية أنها أصدرت بحقه مذكرة توقيف دولي وحكمت عليه القضاء العسكري حكم عليه بعشرين سنة سجن نافر إذن بهذه الطريقة هو ضرب لمصدقية العدالة العدالة خاصة الطريقة التي عاد بها لأنه لو تم استعادة وأوقف أمام القضاء وتم إدخال للسجن الانتظار محاكمته لا هذا شيء آخر ولكن هذه الطريقة فيها إساءة للعدالة وإذا تمت الإساءة للعدالة هي بذلك ضربة لكل الإجراءات التي اتخذت قضائيا في مرحلة ما بعد 22 فبرا في حق يحيى وسلال وتوفيق ورب راب وحدد كلهم إذا ضربت مصدقية العدالة الجزائرية فهذه كذلك ونحن ندرك تماما أننا عندنا مؤسسة قضائية ولكن ليس لدينا عدالة القضاء غير مستقل من عهد بوتفليقة واستمر الأمر وهذه من الأخطاء التي ارتكبت بعد 22 فبراير أن لم تفتح هناك عدالة انتقالية لم تشكل لجنة قضائيا لمراجعة كل القضايا بصفة مستقلة عن صناعة القرار لذلك كانت القضايا التي فتحت ليست من السهل إسقاطها لذلك خالد نزار لوحق بتهمة المشاركة في اجتماع على التآمر الذي انعقد في مارس 2019 هذه القضية وكان هذا الاجتماع من أجل إسقاط القايد صالح لا يستطيع أن الجيش يوجه لهم تهم إسقاط القايد صالح وجهتهم لهم تهم تتعلق بالمؤسسة العسكرية وهي بالحقيقة كانت مخطط للاستحواذ على المؤسسة العسكرية إسقاط القايد صالح والاستحواذ على المؤسسة العسكرية واستعمالها ضد المواطنين والجزائريين وضد الحركة الشعبية كان هذا هو المخطط ولو نجح كان في الحقيقة هو استهداف لاستقرار الدولة لأنه سيؤدي إلى العنف على الطريقة التي حدثت في التسعين كان هذا هو المخطط خالد نزار لديه قضايا أخرى لديه قضايا فساد لديه قضايا انتهاكات حقوق الإنسان لديه والعمر نفسه بالنسبة للتوفيق لم يفتح ملفات إخفاء قضايا الفساد ربما التوفيق لا يملك قضايا فساد ربما نحن ليست لدينا معلومات ولكن لكن هناك قضايا حدثت في عهده هناك ملفات فساد أغلقت وتم إخفاءها هناك قضايا لم تفتح نهائيا هناك معلومات تم إخفاءها أيضا أيضا عن الجهات القضائية هناك أيضا قضايا انتهاكات حقوق الإنسان هناك الناس قتلوا في زنزين تابع الديراس وهناك أشياء كثيرة من هذا القبيل لذلك لو كانت هناك عدالة حقيقية انطلقت ما بعد 22 فبراير آير فإن الأمور لا تكون بهذه الطريقة لذلك نحن بهذا لا نعيب على الشيء الذي حدث نعم يستحقون هؤلاء السجون حقيقة ولكن كانت أمنيتنا أنها تفتح لهم حقيقة قضايا يمكن أن تعيد الحقوق إلى أهلها وليس قضايا فقط تتعلق بجانب معين هذا سهل إسقاطها بالنسبة لنا ويحيى وجماعة هاي لديهم قضايا فساد هاي أمام القضاء لأنهم لا يعني لهم شيئا نحن نتكلم عن جنرالات ونتكلم عن سقور المؤسسة العسكرية في مرحلة الحرب الأهلية التي عاشتها الجزائر أمر آخر أن هذه تعتبر ضربة إلى وعود المؤسسة العسكرية ما حدث في تلك المرحلة من سجن وتوقفات إلى هؤلاء كان في إطار وعود تقدمت بها المؤسسة العسكرية تحت قيادة القايد صالح لحركة الشعب وبهذه الطريقة مثل استعادة خال بن الزار استعادة خال بن الزار بهذه الطريقة والإفراج النهائي على توفي قطرطاق تحويل سعيد بوتفليقة إلى قضايا في المحاكم المدنية كل هذا السيناريو الذي حدث ما بعد رحيل قايد صالح يذر بالوعود التي أطلقتها المؤسسة العسكرية حتى لو كان الأمر يتمثل في استعادة أبناء البعض يتحدث من أن توفيق قطرطاق سيتم إطلاق صراحهم بالبراءة هو إطلاق صراحهم النهائي لأن توفيق موجود في الخارج خارج السجن موجود في بوشاوي أو في مكان عيادة خاصة تابعة للمؤسسة العسكرية هو الذي تحدثنا عنه من قبل وتأكد فعلا أن فرق صنطيني هو أكد هذا العام هذا من جهة أن البعض يتحدث عن الإفراج النهائي بالبراءة إسقاط الدعوة نهائيا عدم المتابعة نهائية أن القضية غير موجودة نهائيا وهناك من يتحدث على أنه ستكون هناك أحكام مخففة مخففة معينة تكون بحسب المدة التي قضوها في السجن وأنا أرجح هذا الأمر إلى حد ما إذا كانت السلطة تفكر بنوع من الذكاء إخرجهم براءة وإسقاط كل القضايا عليهم وواضح الأمر مفضوح نهائيا ولكن السلطة لا أعتقد يهمها الرأي العام ولا يهمها شيء بقدر ما تهمها الخطة التي هم بصدد تنفيذها تتمثل في استعادة النظام لأنفاسه واستعادة سقور المؤسسة العسكرية إلى مواقعهم بعدما أقصاهم الجيد صالح سواء بإحالة على التقاعد أو الإبعاد من المناصب أو الإحالة على المحاكم والسجوم إذن الأمر الآخر النقطة الأخرى السلبية الكبيرة لأنها ضربة قوية إلى الجزائر الجديدة التي يتحدث عنها تبون الجزائر الجديدة حسب الاستنتاج من خلال خطبات الرئيس تبون أنها جزائر تتماهى مع مطالب الحركة الشعبية معناها أنها جزائر لا مكان فيها للمفسدين كل من تتم متابعته يجب أن يعاقب ملاحقة كل المفسدين في دولي بالدولة أن الجزائر تكون فيها مؤسسات جديدة إذا الجزائر لم تعد تلك البقرة الحلوب التي يحلبها أشخاص لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب وهو خالد نزار تتم استعادته بطائرة رئاسية رغم أن عليه حكم قرأ هذا الأمر واضح أنا الآن أحدثكم عن الصفقة التي حدثت وبتفاصيلها من خلال المعلومات التي توفرت لديكم المفاوضات مع خالد نزار اندلعت في شهر أوت 2020 نعم وهناك نحن كما نذكر من قبل أنه في جويليا 2019 روجت وسائل إعلام أنذاكم بينهم جريدة الوطن أن هناك عملية مفاوضات مع جنرالات بينهم خالد نزار غير أن خالد نزار خرج عن صمته لذاك ونشر مقال في الموقع الإلكتروني الذي يمتلكه نجله ولطفي ونفى وأنكر أن هناك مفاوضات وأكد بأنه لا توجد هذه المفاوضات وتحدث خالد نزار أنذاك في مقابله عن خطة لزعزعة استقرار البلاد التي تمر بأربعة مراحل وقال حينها بأن تلك المرحلة بدأت المرحلة الأولى بالعهدى الخامسة المرحلة الثانية كسر ما سماهم جميع رموز المقاومات مثل في التوفيق بن حديد بورقعة بحيرد هو ذكر هؤلاء الأربعة ثم ذكر المرحلة الثالثة هي استهداف سلطة الجيش من خلال شعار دولة مدنية مشي عسكرية واتهم القيد صالح بأنه السبب في كل ما يحدث ولكنه أيضا غازل الجيش وقال أنه الجيش في أيادي آمنة 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 بعد رحيل القيد صالح آلح في هذه الفطرة التي نشر فيها مقاله وكما ذكرنا أنه خالد نزار فر في أعتقد في مارس 2019 وبدأ في سلسل التغريدات أنذاك وتحدث وهاجم القيد صالح هجوم شديد وأعلن في 26 جوليا 2019 عن تراجعه عن العودة الجزائر لأنه فيه كان مشروع اعتقاله نعود خالد نزار بدأت المفاوضات معاه في أوت 2019 في تلك المرحلة التي غازل فيها المؤسسة العسكرية حيث قال أنذاك بأن الجيش في أيادي آمنة كان ذلك في أوت 2020 عندما ذكر وقال أن الجيش في أيادي آمنة أي أنه بعد رحيل القيد صالح إذن انطلقت المفاوضات مع خالد نزار من تلك المرحلة ولاحظنا أن خالد نزار من أوت 2020 كأنه اختفى من المشهد لم يعد يعلق ولا يقول شيء ضد السلطة القائمة لم يعد يعلق أمر آخر أن خالد نزار مريض لديه اكتشف أمراض وهناك من يتحدث عن أمراض خطيرة إذا لا شفاء منها هناك من يتحدث عن هذا الأمر ولذلك خالد نزار صارت حياته مهددة بالوفاة بخير يخضع الأعمار بيده له ولكن هذا المرض يشكل خطر على حياته خالد نزار النقطة الخطيرة في الموضوع أنه خالد نزار شرع في ابتزاز الجيش بعد رحيل القيد صالح فقد ابتزهم أنه يجب أن تتم إقاف الملاحقات بحقه وحق ابنه لطفي والشخص الثالث اللي معه الابتزاز كيف تم؟ قالهم أنا مريض وخالد نزار عنده قضية في سويسرا تتعلق بجرائم حرب قالهم علي وعلى أعدائي علي وعلى أعدائي وسأقوم بكشف ملفات ما حدث في التسعينات من خفايا وإسراء وأسرار وانتهاكات وكل شيء وهدد حتى أنه يذكر الأشخاص القضايا المتورطة فيهم وذكر شنغريحة وذكر الجنرال مجاهد وذكر الكثير من الأشخاص القياديين مسؤولين الآن في المشهد خالد نزار هدد المؤسس راسكالي وهو في الخارج وما يستطيعون يعملونه شيء ما يقدروا يعملونه حتى شيء وخالد نزار متهور كان يمكن أن يقدم على أشياء تجعل المؤسسة العسكرية في حزبه كما يقول إذن خالد نزار هدد بتحريك ملفات التسعينات ولا يوجد ما يخيف المؤسسة العسكرية مثل ملفات التسعينات لأن تلك الملفات طويت بالنسبة للمؤسسة العسكرية وطويت بملف المصالحة التي ملف الوئام المدني قانون الرحمة ثم الوئام المدني وبعد ذلك المصالحة في 2005 اللي دارها الجيش أيش بتفليقة على كل حال في عهل بتفليقة روج بها بتفليقة من خلال القانون المصالحة الوطنية والمرسيم التي خرجت والعفو الذي خرج على صدر بحق ناس وكذا وكذا والتعويضات التي قدمت إلى أبناء الناس اللي عندهم أبناءهم ماتوا مفقودين وما إلى ذلك بالنسبة للجيش طويت هذه المرحلة وأن تتم استعادة هذه المرحلة من طرف شخص كان هو الفاعل الرئيس في تلك المرحلة أعتقد بأن ذلك سيسبب المتاعب للقيادة العسكرية في مثل هذه المرحلة بالذات التي خاصة أن الجيش يعيش في حالة طوارئ بسبب ما يحدث في الصحراء الغربية وما يحدث في منطقة الساحل والصحراء وما يحدث على حدود ليبيا وكثير ويدلكون أن مثل هذه الملفات لو نطق خالد نزار سيتم استغلالها من طرف دوائر ربما يجري التحرك حتى داخل هيئة الأمم المتحدة من أجل إصدار قرارات تخص تلك الجرائم أو المطالبة بتحقيقات والخوف كله من الطرف المغربي الذي في هذه المرحلة يبحث عن أي ملفات يستغلها ضد الجزائر فإذا صدر تصريح من خالد نزار أو أعمال أو كشف ملفات ربما يلجأ المغرب إلى تحريق قضية في الأمم المتحدة تتعلق بجرائم النساء والمطالبة بتحقيقات جنائية في الجزائر وما إلى ذلك وربما أطرف أخرى يجري التخوف منها في ظل التطبيع المغربي مع إسرائيل في ظل رفض الجزائر للتطبيع في ظل الدعم الأمريكي للمغرب على حساب الجزائر وعلى حساب الصحراء الغربية أعتقد بمثل هذه الأمور لن تكون في صالح جزائري أبدا خالد نزار هذه العودة جرت بترتيب من الجنرال توفيق في مكان إقامته اللي التقى معاه هو يوسف بوزيد تحت أيضا القيادة العسكرية كانت تتابع هذا الأمر لكن تتابع هذا الأمر عملية التواصل مع خالد نزار التي لم تكن صعبة خالد نزار كانت منذ خرج إلى الخارج وهو على تواصل دائم مع ناس متقاعدين وحتى مع ناس ما زالوا في المؤسسة العسكرية وخاصة بعد رحيل القيد صالح في فترة القيد صالح كانت هناك تخوفات بلا أدنى شكل كل واحد يخاف على رأسه رأسه لو يتواصل مع خالد نزار سيدفع الثامن الغالي ولكن بعد رحيل القيد صالح صار الأمر سهل جدا فخالد نزار كان يتواصل مع كثير من القيادين أمر آخر أن خالد نزار البعض يتحدث بأنه تم إفراغ مذكرة توقيف في المطار في الجزائر وهذا غير صحيح خالد نزار اشترط عليهم تأفريغ مذكرة التوقيف في إسبانيا قبل مغادرته الجزائر وقام بتوثيق الجلسة عن طريق أجهزة تصوير احتفظ بهم ابن لطفي كدليل فقالوا لأنه خالد نزار لا يعطي الثقة في أي كانت لا يعطيش فيهم الثقة ولكن خلاهم والناس اللي جلسوا معاه وقاموا بالإجراءات نتخيل نقلوله ناس هناك تم إفراغ مذكرة التوقيف قبل دخوله للجزائر وهذه في القانون نخلي المجال لرجال القانون يتحدثوا في هذا الأمر مذكرة التوقيف لم يتم إفراغها في الجزائر اشترط عليهم خالد نزار أن إجراءات التوقيع على إفراغ المذكرة تكون في إسبانيا قبل أن يغادل وهذه سابقة وهذه سابقة في العدالة وفي القضاء من مفروض خالد نزار قانوني أنه ينزل ويتم إجراء تفريغ مذكرة التوقيف ويتم إداعه للسجن لأنه متابع في قضية جنائية وعليه حكم 20 سنة سجن نافذة غيابيا ويعمل معارضة على الحكم لأنه كان غائب مش بعض الناس يتحدثوا يقول سيذهب إلى الاستئناف لا ستعاد محاكمته هو يحاكم منذ البداية مش في الاستئناف اللي حتطعن بالنقض اللي قاموا به المحكمة العليا لا خالد نزار حكم عليه غيابيا بمجرد ما يدخل يقوم بالطعن في هذا في هذا الحكم الغيابي يسمى خلاص لا عود حكم عليه يعود يدخل السجن ويحاكم منذ البداية يعني تعاد القضية إلى المربع الأول وهم لا يريدون إرجاع القضية إلى المربع الأول على حسب المعطيات هم يريدون مباشرة إعادة محاكمة توفيق وطرطاق وحنون والسعيد ومعاهم خالد نزار ومباشرة يزدر عليهم أحكام أم مخففة أو بالبراءة أو بعدم المتابع إسقاط الدعوة كامل ويعودون إلى بيوتهم وخالد نزار يعود إلى بيته كحكم ابتدائي من المفروض هكذا تكون هذه الإجراءات ولكن يبدو أن الأمور طبخت بطرق أخرى لذلك أنه ينتقل الملف ويتم إفراغه في إسبانيا ويتم توثيق الجلسة وهذا شرط خالد نزار أنه قالهم أنا لن أثق في أي إن كان هو رغم أنه يعرف الناس هذا متواصل معه لكن ما أعطاش فيهم الأمام إذن قالهم كل الإجراءات وتم توثيق توثيق هذه الجلسة بأجهزة مصورة بفيديوهات في حالة إذا خالد نزار أنه الجهة الأخرى التزمت بكل ما وعدت به وخالد نزار عاد سالما غانما وانزل وراح البيت البيت إلى القصر الفاخر الذي يمتلكه وهو جار إلى الجنرال توفيق جيران مع بعضهم في هذه الحالة أهلا وسهلا وإذا كان أن تم التلاعب به ودوه في السجن ابنه عنده ما يستطيع أن يزعزع الأمر ودار الكثير من الأحاديث أنك تصور جلسة فيها جنرال يتحدث مع جنرال كان وزير دفاع وبعد ذلك تنشرها وتصير حديث العام والخاص في وسائل الإعلام أعتقد بأن الأمر ليس بالهيئة عندما عاد نزار حدث لقاء جمعا بين خالد نزار وتوفيق بوشاوي خالد نزار قام بزيارة توفيق في بوشاوي وهناك جلسوا مدة زمنية الله أعلم ما الذي دار بينهما أنا أعتقد بأنه هذا اللقاء يندرج في إطار الخطة القائمة الآن في هذه المرحلة التي يجري الإعداد لها لا يمكن أبدا أن يكون لقاء فقط عابر هو لقاء بلا أدنى شك يدخل في إطار زيارة وأيضا في إطار أحاديث دارت على هذا العمر لا أملك تفاصيل كثيرة على هذه اللقاء كل ما أملكه أنه خالد نزار لم يذهب إلى السجن ذهب إلى قصره الفاخر وهناك من يتحدث أيضا أنه ذهب إلى مكان خاص والمهم والتقى مع توفيق ذهب إلى بوشاوي والتقى مع توفيق ما الذي دار بينهما لا نملك أي معلومات إذن هذه هي القصة أنت خالد نزار خالد نزار ابتزى المؤسسة العسكرية فرض عليها أجندته أيضا المؤسسة العسكرية بحاجة إلى استرجاع هذا الجنيرال وهي الآن تعمل على استرجاع جنيرالات آخرين بطرق مختلفة واسترجاع عسكريين فروا إلى الخارج قد يشكلون خطر عليهم أما الذين لا يشكلون خطر عليهم فهم لا يعنون لهم شيء وهنا نقطة يجب أن أتحدث عليها هي أن المؤسسة العسكرية لا شيء يزعجها إلا عندما يأتي ضباط سابقين يتحدثون ويحللون الشأن المؤسسة العسكرية أما المدنيين مهما قالوا ومهما حللوا ومهما كانت معلومات اللي عندهم تجيهم من بعض الأطراف فهم لا يشكلون عليهم أي شيء لأن تحليلهم دائما غالبا ما تكون بعيدة عن الحقيقة لأنها مبنية على عدم معرفة حقيقية للمؤسسة العسكرية لذلك عندما يتحدث العسكريون السابقون ويحللون المشهد ويتحدثون عن الجنيرات ويتحدثون عن كثير من الأمور يسببون بعض الصداع للمؤسسة العسكرية ولذلك المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة في إطار الترتيبات التي يقوم بها شنجريحة إلى ما بعد القيد صالح ونهاية ما صار القيد صالح نهاية فعلية يبقى القيد صالح مجرد مرحلة من تاريخ الجزائر ما استطاعوا يمحوه حاولوا يمحوه إعلامين وما قدروا حتى التلفزيون الجزائري اللي كان من قبل اطلق أوامر بعدم إظهار القيد صالح وبعدم الحديث عنه ونحن كشفنا هذا الأمر بناء على معلومات جاتنا من التلفزيون وحسوا بالحرج الكبير لذلك من أجل إجهاض هذا الكلام وطيب أمروهم أن يعملوا تقرير في يوم 23 ديسمبر 2020 حول ذكرى رحيل القيد صالح لذر الرماد في العيون فقط وبعد ذلك سيطوى ملفه ولا يتحدث عنه أبدا عودة خالد نزار هي الحلقة الأكبر من سلسلة نهاية فعلية لمشروع القيد صالح ولمسار القيد صالح ولرجال القيد صالح الآن المؤسسة العسكرية راهي آهي تخلت نهائيا على تلك المطالة أو الوعود التي أطلقها القيد صالح إلى الحركة الشعبية الآن المؤسسة العسكرية عندها مخططها الآخر حتى الرئيس تبون ما زال في الخارج الرئيس تبون كين احتمالات إما وضعه الصحي لا يسمح له بالعودة أو أن المؤسسة العسكرية قالوا له أبقى هم يرتبون الأمور داخليين خليك أنت في نقاها حتى يتم ترتيب البيت الداخلي وترتيب كل الأمور داخل المؤسسة العسكرية وداخل الرئاسة وداخل الأجهزة بعد ذلك سيعود الرئيس ليمارس مهامه وفق رؤية جديدة إذا رسمتها المؤسسة العسكرية بقيادة شنقريحة وليس وفق مرحلة أخرى كان يتحدث عنها تبون وفق رؤية كان وضعها القايد صالح لذلك أنا أقول أن عدم عودة الرئيس في هذه الفطرة التي مضت إلى حد اليوم يوم دخلت في إطار استعدادات لهذه ترتيب البيت الداخلي أو أن الرئيس عاجز صحيا ما زال لم يتعافى نهائيا ربما ما زال ما يستطيع المشي على أقدامه خلوه حتى يتعافى وأنا أرجح أن الأمر يتعلق قالوا له خذ راحتك هناك لا تعود الآن حتى يتم ترتيب البيت ويجي ويستلم مهامه في إطار مرحلة انتقالية لكنها على مزاج المؤسسة العسكرية وبالتوافق مع دوائر خارجية وليست مرحلة انتقالية طالب بها الحراك الشعبي التي تعني بداية دولة جديدة وعدالة انتقالية تحاسب كل من لديه علاقة بالنظام السابق وتورط في قضايا فساد أو نهب المال العام أو استعمال القانون في غير محله أو المخالفات القانونية في تسيير الشأن العام هذه انتهت هذه المرحلة النظام يدرك تماما ان عودة الحراك الشعبي مثل ما كان عليه من قبل في 2019 في فيغري 2019 لا يمكن ان يحدث في ظل تحديات كورونا وفي ظل الكثير من التحديات في ظل ايضا جبهة الحراك الداخلية المفككة والمنقسمة على تيارات مختلفة تناحرت فيما بينها عبر شبكات التواصل الاجتماعي على مدار ما يقارب العامين ولكن لذلك من الصعب جدا ان تلملم نفسها مجددا في مشهد جديد لذلك اقولكم انه لا شيء ايضا يزعج النظام الحاكم في الجزائر مثل ما يلتقي الجزائريون على خطة عمل مشتركة فيما بينهم سواء في الداخل او الخارج لذلك دائما يعملون على شق الصف وقد نجحوا الى حد كبير حتى تحول كل معارض جزائري او كل سياسي جزائري يعمل لوحده من بيته عبر شبكات التواصل الاجتماعي لا كين خطة مشتركة لا كين خطة عمل جماعية حتى الجماعات اللي تلتقي مع بعضها هي جماعات تلتقي وفق تيار معين واهداف تخدم عصبة معينة يعملون لصالحها اما ان تكون هناك لقاء مشترك ومن المفروض هذا الذي يكون لان الجزائر عبارة عن كرة كل واحد جالس في زاوية ينظر اليها اللي قدامه البحر راح يحكي على البحر واللي قدامه الشجر يحكي على الشجر واللي قدامه الحجر يحكي على الحجر واللي قدامه الصخر يحكي على الصخر وكل واحد من خلال الزاوية التي يقف ويجلس فيها لو انهم جميعا يلتقوا سينظرون الى الجزائر اما اذا بقي كل واحد يتحدث من الزاوية التي فيها رايح لن يخرج كلامه عن اطار الزاوية اللي أراه فيها وبذلك لن يؤثر في النظام ولن يؤثر في السلطة بل أن يساعد النظام على استعادة أنفاسه بعد مرحلة صعبة مرت بها الدولة الجزائرية أولا ومر بها النظام الحاكم في الجزائر ثانيا وهذا الذي يشكل خطر حقيقي على مطالب الحراك والحركيين الذي ذهبت مرة أخرى وهذه التي قلناها من قبل أنه في كل فرصة للتغيير الحقيقي يأتي من يفوت هذه الفرصة ولكن للأسف ما هو من النظام بل من الذين يدعون معارضة النظام إذن إخواني الكرام عودة خال النزار هكذا تم الترتيب إليها وربما هناك أسرار أخرى ما زالت لم تصل إلينا إذا وصلتنا لن نبخل عليكم بها أشكركم جميعا جميعا وأجد الطلبي بنشر هذه المقاطع وهذه الفيديوهات لأنها فيديوهات تندرج في إطار كشف الحقيقة كشف الانقلاب والردة التي حدثت على مسار القايد صالح وقد أغلقت كل الأبواب في وجوه أصحاب هذا الرأي ولا يجدوا إلا هذا الفضاء المفتوح لإيصال المعلومة الصحيحة والفكرة المليحة شكرا لكم أحبة الكرام ألقاكم بإذن الله تعالى في فرصة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله